نعود الآن إلى الكاتب الكبير الأستاذ خالد داود أستاذ خالد دعنا ننتقل إلى نقطة أخرى لا تقل خطورة في الحقيقة الإقليم بالفعل من أطرافه يشتعل المواجهات في جنوب لبنان شمال إسرائيل تنضر بالتحول إلى حرب شاملة في تلك المنطقة إيران يعني في حالة قلقة للغاية وسأقول لك لماذا باختصار لأن إيران السلطة في طهران تشدقت كثيرا جدا بفلسطين الآن فلسطين بحاجة ماسة إليها فهم في وضع محرج اليمن تتدخل الحوثيون في اليمن تدخلوا وضربوا هل تتصور أن الإقليم ليس مقبلا على اشتعال بل هو اشتعل بالفعل يا أستاذ خالد نعم يعني هو على حافة الاشتعال بكل تأكيد وربما أستاذ محمد دا يرجعني للسؤال اللي فات قبل كده أنه هو السيناريو التهجير القاسري للفلسطينيين وجبروهم إجبارا على التوجه نحو مصر هو جزء من مخطط إشعال المنطقة برمتها وربما تكون هذه أحد أوراق الضغط التي يمكن يعني أن يستغلها الجانب العربي في حواره مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني المقاطعة خطيئة لكن لمصلحة من ليس في مصلحة إسرائيل أن تشعل الإقليم لأن أصابعها ستحترق يا سيدي هو دا بكل تأكيد لو فكرنا في الموضوع بشكل منطقي وأعتقد أنه ليس من قبيل الصدفة أنه في اليوم الثاني لزيارة أنتني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل ولقاءه مع نتنياهو وجالنت وبقية حكومة الحرب في إسرائيل أنه قام بالاتصال برئيس الوزراء العراقي في عقب ذلك مباشرة من أجل التأكيد على الرغبة في مساعدة الحكومة العراقية الحالية في التخفيف من الهجمات التي تتعرض لها القواعد الأمريكية الموجودة في العراق وشاهدنا أيضا هجمات مماثلة في سوريا وزي ما حضرتك أشارت الهجمات التي تأتي من اليمن وطمعا الوضع المتوتر في جنوب لبنان وشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة في كل هذه الأمور هنا الخطاب لا يجب أن يكون مع هذه الحكومة المجنونة المتطرفة الموجودة في إسرائيل ولكن التخاطب يكون مع الرعى الرسمية الرعى الرسمية هو الولايات المتحدة الأمريكية هل تريد الولايات المتحدة الأمريكية في ظل هذه الظروف وفي ظل الانشغال بحرب أوكرانيا التي توجه لها حتى الآن ما يقترب من 100 مليار دولار من أجل دعم المجهود الحربي الأوكراني ضد روسيا هل تريد أن تنشغل بمواجهة مؤسعة هذه المرة تشمل إيران والعراق واليمن ولبنان وأيضا في هذه الحالة في حالة تنفيذ سيناريو التهجير القصري ستنضم مصر إلى جبهات الساخنة فيعني أعتقد أن هذا هو سيناريو مجنون أتمنى أن لا نصل إليه بأي حل من الأحوال ولكن مرة أخرى لا يجب أن نتعامل أستاذ محمد أننا الدول العربية مجموعة من الدول الضعيفة التي لا تستطيع القيام بأي شيء وإذا كانت الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل في هذا المخطط يعني النكبة الجديدة إذا أردنا أن نقول ذلك فإن ذلك سيعني بالضرورة أن تتدخل الدول العربية مثل السعودية مثل الإمارات مثل قطر لكي تقول الولايات المتحدة مرة أخرى أن هذا يضرب مصطحة الإقليم بشكل كامل أتوقع مواقف واضحة من روسيا أتوقع مواقف واضحة من قبل الصين يعني مش معقول برضو إحنا دائما نتحدث عن العالم متعدد الأقطاب ولكن أمريكا تهب لنجدة إسرائيل عندما تتعرض لأي مشكلة من المشاكل تحرك لها البوارج وتحرك لها الصواريخ أقصد خالد أنت أدرى مني بكثير أنه التنين الصيني متخصص في الكلام فحسب يعني هناك مخططات دعني أقول لك وطبعا دعني أقول لك صحيح لكن دعني أقول لك أنه الرئيس تشي جينبينغ رجل يخطط على مدى بعيد والصينيون شعب صبور جدا ولن يكون لهم دور فاعل في السياسة الدولية فاعل إلا بعد عقود يا أستاذ خالد يعني هم يبنون أنفسهم اقتصادين يعني حضرتك أنا زورت الصين سنة 2000 روسيا مشغولة بأوكرانيا يا أستاذ محمد أنا زورت الصين سنة 2000 واتلقينا في الرئيس الصيني في ذلك الوقت هو كان بيتحدث عن لها الدور حيوي في السياسة الخارجية في حلول العام 2030 الكلام ده كان من يعني 23 سنة فبالتالي يعني نحن ولا يطرب الاقتصاد الصيني الآن هو الثاني على المستوى العالمي فبالتالي يعني أعتقد أن الصين يمكن أن يكون لها دورة طيب ماذا فعلوا يا أستاذ خالد ماذا فعلوا وروسيا المشغولة بأوكرانيا هذه لحظة ممتازة جدا للالتفاف حول الدب الروسي لأنه مشغول ولكن الدب الروسي أيضا ممكن أن نستغل هذا الموقف يعني تسوية الخلافات الحد القائمة بينه وبين الولايات المتحدة ولكن مرة أخرى أنا بتحدث زي ما بيقوله في سيناريو الكابوس سيناريو يوم القيامة عندما نسمح بنكبة جديدة فتشتعل المنطقة وتتدخل إيران وتتدخل اليمن وتتدخل العراق وتتدخل سوريا ولبنان وكل هذا الأمر فأكيد ساعتنا بنتحدث منطقة مختلفة تماما وأنا أتمنى لا أتمنى مطلقا أن نصل إلى مثل هذا الوضع وأن يكون هناك بعض العقل وأن نلزم على الأقل للولايات المتحدة بما اسموه باللاقات الثلاثة لأنه لا تهجير لا قطم أو اقتطاع من أراضي قطاع غزة وأيضا لا سماح بتهجير الفلسطينيين حتى داخليا داخل قطاع غزة نفسه فبالتالي هناك موقف رسمي أمريكي معلن وأنا لا أعتقد أن هذه الدولة الصغيرة المسمى إسرائيل ستستطيع أن تفرد كلمتها على العالم برمته فبالتالي لذلك أنا أتوقع على الأقل أن إسرائيل تستهدف إلى تكثيف هذه الهجمات لأنها تعلم أنها لن تستطيع الاستمرار في مثل هذا الجنون ومثل هذه الجرائم لفترة طويلة وتبحث عن أي شيء تقول عنه أننا تمكننا من تحقيق انتصار ما ولا أعتقد أن كل هذه الخزعبلات الإسرائيلية ستتحقق على عمر الواقع ولن يقبل الشعب الفلسطيني التهجير أو ترك أرضه وكما قال السيد الأستاذ عبد الفتاح المتحدث من فلسطين الناس في فلسطين تختار أن تموت في بيوتها على أن ترحل من هذه الأرض وتتخلى عن حلم إنقامة الدولة الفلسطينية المشتركة أخيراً أستاذ خالد حديثك لا يمل لكن للأسف الوقت انتهى أخيراً سيناريو يوم القيامة كما وصفته سيناريو الاشتعال الكامل للإقليم في تحليلك أنت مرجح بنسبة كم في المئة؟ أنا لا أعره مرجحاً بنسبة كبيرة أستاذ محمد لأن هناك الكثير من المصالح المتدخلة والمشتركة وإذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث أنه ما زال لديه عمل لإحياء محادثات التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية التي قال أن حركة حماس قامت بهذا الهجوم لمنع هذا التطبيع من المضي قدماً هناك الكثير من المصالح حتى الإسرائيلية المشتركة مع الدول الجوار التي لا تريد التضحية بها فبالتالي أعتقد أن هذا الكلام من قبيل الضغط على الفلسطينيين والضغط على كل الدول الداعمة للفلسطينيين ولكن أستبعد على الأقل أتمنى أن أكون صائباً أستبعد أن نصل إلى مثل هذا السيناريو لأن هذا سيدر بمصالح الولايات المتحدة الرائع الرسمي للكيان الصهيوني وكذلك الدول الأوروبية القريبة مننا نتحدث عن تطورات كثيرة لا أعتقد أن أي من الأطراف الفاعلة والمؤثرة في هذا الصراع الطويل يمكن أن ترغب فيها صحيح ولا حتى إسرائيل إن كانت عاقلة ده لو كانت عاقلة وأنا أعتقد نتنياهو يصعد لأنه يخاف على مصيره ويخاف على مستقبله ولكن في النهاية هو يعلن جيداً أن مصيره النهائي سيكون عزله من منصبه ومعه كافة قيادات الجيش والاستخبارات الإسرائيلية وبالتالي يبحثون عن نصر ما يقدمونه للشعب الإسرائيلي ولا يجب أن ننسى مطلقاً ورقة الأسرة ورقة الأسرة ستبقى ورقة شديدة الأهمية في يد المقاومة الفلسطينية لأن في النهاية سيحمل الرئي العام الإسرائيلي رئيس الوزراء الإسرائيلي مسؤولية مقتل الإسرائيليين الموجودين الآن لدى حماس بسبب هذه التصرفات المجنونة التي يقوم بها في جنوب قطاع غزة هذه المرة أصد خالد وافر امتناني وتقديري سيدي الكريم الكاتب الكبير خالد داود